لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما العدد هذا هو خمسة وأربعة دائما نبدأ بالقاصم الأول هو واحد إذن واحد يقسم 45 تقبل القسم على واحد دوزل اثنان لا يقبل القسم على اثنان على ثلاثة لا يقبل القسم على نعم إذن يقبل القسم على ثلاثة ثلاثة من قاصم للعدد 45 4 إذن لا يقبل القسم على 4 5 نعم 6 إذن لا يقبل القسم على 6 على 7 على 8 إذن يقبل القسم على 9 5 في 9 على 10 لا يقبل القسم على 10 11 12 13 14 15 19 إذن يقبل القسم على 15 16 17 18 19 20 21 22 23 إذن غي كان فوتو النص ديال هذا العدد ليهو 22.5 إذن 22 إذا ما لقين الشي قاسم فما خديش يكون عندنا القواصم إذن كان مر نيشا للقاسم 5 و 4 لأن 5 و 4 يقبل القسم على 5 و 4 كتسوي لي 1 إذن 45 كتعطيني هي 45 في 1 45 كتعطيني هي 3 في 15 و 45 كتعطيني هي 5 في 9 إذن ديال قواصم ديالعدد 45 نمر الآن للقواصم ديالعدد 3 و 6 إذن دائما أندي 1 حيث 3 و 6 تقبل القسم على 1 2 لا إذا لا يقبل القسم على 2 3 نعم 3 في 21 إذن نحن لقينة 21 أربعة لا خمسة ستة سبعة إذن سبعة فش غد نضربها باش نحصل على 3 و 6 إذن نضربها في 9 نعم 7 8 9 7 في 9 63 10 11 12 13 13 لا 14 15 16 17 18 19 20 21 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 إذن سنمرني لعدد 3 و 6 حيث 3 و 6 ما لدينا عندنا هي 1 في 3 و 6 إذن أكتب القواصم المشتركة بين العددين 45 و 63 إذن القواصم المشتركة هي 1 هنا 3 نعم 5 هنا ما لدينا نعم 15 15 و إذن هذه هما القواصم المشتركة بين العددين 45 و 63 إذن أحدد أكبر قاصم مشترك للعددين إذن أكبر قاصم مشترك هو هذا وهذا وهو 9 أكبر قاصم مشترك هدنا هو 9 إذن بالنسبة للتمرين الخمسة أكتب جميع مضاعفات العدد 8 الأصغر من 37 وتخالف الصفر إذن ستكون عندنا هي 8 8 مضاعفات نعم هي 8 16 24 نزيده ب 8 6 32 أصغر من ٧٧ نضعوا أم ap المدعفة المركز الأصغر نر آخر نضعوا إلا نحاومةא 24 و 36 إذن هذه المضاعفات الأصغر من 37 إذن أكتب المضاعفات المشتركة بين 8 و 12 الأصغر من 37 وتخالف الصفر إذن لا أريد أن نقوم بصفر إذن ما هو المضاعفات المشتركة لدي هنا 8 و 16 لا أريد هنا 24 إذن لدي 24 إذن المضاعفات المشتركة بين 8 و 12 و 12 و 12 و 24 إذن ما لدي شيء مضاعف آخر هنا لدي 8 16 24 22 30 40 هنا لدي 12 24 36 إذن أحدد أصغر مضاعف مشترك بين العددين إذن أصغر مضاعف مشترك هو أكتب المضاعف العددين إذن يقدرون أن يخالف الصفر إذن يقضروا أن يخالف الصفر من المضاعفات المشتركة إذن ولكن هنا إذن ما أعطوني إذن بإذن كتب المضاعف المشترك بين عددين العددين ولكن هنا مني ما قالوا اناش يخالف السفر را يقدر يكون هو السفر اذا السفر هو المضاعف المشترك الاصغر بين العددين ولكن ليس خرجنا احنا هنا اذا اكبر مضاعف مشترك هو اربعة وعشرون واصغر مضاعف مشترك هو نفسه هو اربعة وعشرون حيث المضاعفات المشتركة هنا ما عنديش هنا تمانية هنا 16 24 30 عندي 12 24 36 اذا اصغر مضاعف مشتركة للاعددين هو اربعة وعشرون اذا للتمرين ستة اولونه بالاخضر الاعداد الفردية وبالازرق الاعداد الزوجية اذا الاعداد الفردية هي التي تقبل القسمة على اثنان كيكون اعداد زوجي اذا اربعمائة هذا عدد زوجي اذا ستلونه بالازرق اذا الاعداد الفردية بالاخضر الاعداد الفردية بالازرق الاعداد الزوجية اذا لونه بالازرق مئة وتمانية وعشرون كذلك عدد زوجي لونه بالازرق تلاتة مئة وخمسة وخمسون هذا عدد فردي تلاتة عشر عدد فردي مئة واربعة وعشرون هذا عدد زوجي اثنى عشر عدد زوجي سبعمائة وسبعة وسبعون هذا عدد فردي ستمائة وخمسة وسبعون عدد فردي نعم عفوا مئة وسبعة وستون عدد فردي مئة وعشرون عدد زوجي مئة وسبعة عدد فردي مئة وخمسة عشر عدد فردي اذا ثلاثمائة وخمسون هذا عدد فردي ندلونه بالاخضر تلاتة عشر عدد فردي نعم كذلك سبعمائة وسبعة وسبعون عدد فردي ستمائة وخمسة وسبعون عدد فردي سابعمة وسبعة عدد فردي Fernando ومئة وسبعة عدد فردي تلاتي يقبل القسم على إثنان وخمسة عشر عدد فردي ندلونه بالاخضر هذا لدينا الأخضر لأعدد الفردي وبالأزرق لأعدد الزوجية بالنسبة للتمرين سبعة أضع مكان كل النقطتين رقما ملائما لتكون الأعداد تالية هدو ثلاثة قابلة للقسمة على ثلاثة وعلى ستة وعلى أربعة في آن واحد هنا غادي نحاول أن ننذير الحالات ونستحضر القاعدة دي الكل عدد إذن باش يكون قابل للقسمة على أربعة إذن فوقش العدد يكون قابل للقسمة على أربعة إذا كان رقم الوحدة دياله ورقم العشرة دياله هدو بجوج يقبلون القسمة على أربعة وباش يكون قابل القسمة على ستة إذن خاص يكون قابل القسمة على اثنان وعلى ثلاثة إذن باش يكون قابل القسمة على اثنان خاص يكون العدد دي الوحدة دياله عدد زوجي كي يقبل القسمة على 3 إذا كان مجموع أرقامه الوحدة والعشرة والمئة والآلف مجموع الأرقام دياله كي يقبل القسمة على ثلاثة إذن هنا باش نعفون نبدأوا بالعداد أربعة هو اللول وغادي نديروا الحالة وغادي نفهموا فيه إذن قلنا باش يقبل القسمة على أربعة خص الوحدات والعشرة يكونوا كي يقبل القسمة على أربعة إذن العشرة عندي أربعة أثنان إذن الوحدات خاص نكتب فيها رقم وهاتجوج ديال الوحدات والعشرة يكونوا كي يقبل القسمة على أربعة مثلا ناخده يقدر يكون عندي أربعة إذن أربعة وعشرون تقبل القسمة على أربعة تقدر تكون عندي 20 صفر إذن 20 يقبل القسمة على 4 تقدر تكون عندي 28 28 تقبل القسمة على 4 إذن هنا كينين 3 ديال الحالات إما تكون 20 24 28 حتى هذه الوحدة والعشرات خاصة أن يشوي كونك يقبل القسمة على 4 نمره لحالة العدد الثاني إذن عندي هنا صفر إذن شنو هما الأعداد للوحدة والعشرات ديالها يقبل القسمة على 4 ويكون عندهم في الوحدة الصفر إذن عندي هي لدرنا 11 10 10 ليقبل القسمة على 4 إذن سنضير إما 20 20 تقبل القسمة على 4 ولا 30 30 لا تقبل القسمة على 4 40 نعم 10 في 4 50 لا 60 نعم 60 70 لا 80 نعم 80 تقبل القسمة على 4 24 90 لا إذن هذه هما الحالات الممكنة باش يكون هذا العدد هدك يقبل القسمة على 4 نمره لحناية إذن عندي هنا واحد في العشرات إذن غدي ناخد مثلا باش يكون يقبل القسمة على 10 عفونا على 4 إذن غدي يقدر يكون 12 11 لا يقبل القسمة على إذا درت واحد هنا 11 لا يقبل القسمة على 4 إذن 12 13 لا يقبل القسمة على 4 14 15 16 إذن 16 تقبل القسمة على 4 17 لا تقبل القسمة على 4 18 لا تقبل القسمة على 4 19 إذن هده هما إذا عندي جوج دي الحالة اللي هي 12 و 16 إذن هنا يقدر تكون عندي إثنان تقدر تكون عندي 6 هنا ندير اللي بغيت ولكن نغالي نخلي أخاوحتا نمر العددين الأخرين إذن فقاش كنقول باللي العدد رحكي قبل القسمة على 6 إليяс كن يقبل القسمة على 2 وكي قبل قسمة على 3 إذن باشنا قولو كي قبل القسمة على 2 نخص يكون رقم الوحدة رقم الوحدة ديالو يقبل القسمة على على 2 إذن هذه الحالة التي تقدرنا فيها هذا العدد يقبل القسمة على 2 يقبل shippedme 4 ولا Type ولا 8 لأنها عددون زوجي هنا دائما و هنا إذن إذلا حالنا نرى يقبل القسم على 3 إذا لو كان يقبل القسم على 3 و احنا يعرفنا بación يقبل القسم على 2 فهو يقبل القسم على 6 إذا دا بعد إن دوزن شوفو الحالات ديال 3 إذا نفوقش منه يقبل القسم على 3 إذا ال wir كان مجموع ديال أرقام دياله يقبل القسم على 3 نحسبه نختار دودرة ناربعة هنا إذا ناربعة زائد اتنى 6 إذاى ثلاثة عشر قوم 3 و قوم يقوم على ثلاثة عشر إذاً ثلاثة عشر لا تقبل القسم على ثلاثة إذا أربعة ما يمكنش يكون نستدر هنا نستدر هنا ستة ستة إذاً هذه الصفر قم يكون هنا و قوم يقوم بالقسم على ثلاثت إذاً ثمانية Sayed giornay عشر زبد أربعة 14 ثلاثة ثلاثة جد السبعة عشر لا يقبل القسم على أثناء إلى ثلاثة عفوا إذاً أتمنى متوفرة وبالتالي هنا ستكون لدي الصفر عندنا هنا لقيت العدد الأول وهو صفر نقوم بزودة بالعدد الثاني إذن سنحسب هنا الصفر نفترض هنا 0 زائد 2 2 2 زائد 4 6 زائد 4 10 إذن 10 لا يقبل القسمة على 3 إذن لا ستكون لديه 2 0 زائد 4 4 زائد 4 8 زائد 4 12 إذن ستكون لديه 4 0 زائد 6 6 زائد 4 10 زائد 4 14 إذن 14 دا يقبل القسمة على 3 و 0 Z8 8 زائد 4 12 زائد 4 16 нова 16 اللا ستكون لديه 3 إذن هنا سيكون لديه 4 نضيف الثالث إذن هذا يقبل قسمة على 4 و3 و هنا سيقبل قسمة على 2 نضيف الثالث إذا عندي هنا 2 نفترضه قدرت 2 هنا إذا 2 زائد 1 3 زائد 1 4 إذا 4 ما سنزيد عليها باش نوصل الواحد العدد اللي قابل القسمة على 3 إذا نقدر نضير 5 نقدر نضير هنا خمسة إذا افترضنا عندي 2 هنا إذا 2 زائد 1 3 زائد 1 4 إذا أبغي ما سنزيد عليها باش نلقى عدد مجموع دير هذا العدد كي قابل القسمة على 3 يقدر نضير 8 إذا 2 زائد 1 3 زائد 8 11 زائد 1 12 إذا 12 تقبل القسمة على 3 كذلك نقدر مثلا ندوز صفي هنا ما غديش نقدر نزيد إلى درت 2 هنا نفترضه درت 6 هنا إذا 6 زائد 1 7 7 زائد 1 8 إذا شحال بقالي باش نوصل العدد كي قابل القسمة على 3 اللي هو 9 إذا نقدر نضير 1 هنا 6 زائد 1 2 6 زائد 1 7 زائد 1 8 8 ما سنزيد عليها باش نوصل العدد المجموع ديره يقبل القسمة على 3 إذا نقدر نزيد 3 إذا 6 زائد 1 7 زائد 3 10 ماشي 3 4 7 و 7 8 و 3 1 4 6 زائد 1 7 زائد 1 8 زائد 4 12 12 تقبل القسمة على 3 و 6 زائد 1 6 زائد 1 7 زائد 1 8 8 يقدر نزيد هنا 7 باش نعطيني 15 و 15 تقبل القسمة على 3 إذا هنا نختار اللي بغيت في هادو و غادين يكون الصحيح إذا هنا نختار مثلا إلا درت ستة غادين دير هادو وإلا درت اثنان غادين دير هادو أنا غادين نختار عدد واحد كيف مبتال نختار مثلا نختار هنا ندير هنا ستة وندير هنا تمانية ستة تمانية إذا العدد الأخير أو النتيجة النهائية إذا ثلاثة أربعة اثنان إن هذا هنا غادين يكون عندي صافر أربعة أربعة صافر إذا هنا غادين تكون عندي كذلك أربعة وأخيرا واحد نقطة واحد إذا غادين تقدر تكون عندي هنا مثلا ستة وتكون عندي هنا غادين دير معاها هادو إما واحد ولا أربعة ولا سبعة ندير سبعة إذا وهكا غدي نكون هاد الأعدد هادو إذا غدي تكون تقبل القسمة على ثلاثة وتكون تقبل القسمة على ستة وتكون تقبل القسمة على أربعة في آن واحد نحاولون تحققه إذا إذا كانت تقبل القسمة على ثلاثة إذا خسم جموع الأرقام يكون يقبل القسمة على ثلاثة إذا ستة زائد واحد سبعة زائد سبعة أربعة عشر زائد واحد خمسة عشر إذا خمسة عشر يقبل القسمة على ثلاثة إذا هذا يقبل القسمة على ثلاثة إذا ونعرفه كيقبل قسم على A2 ونزيد غيه قلنا دائما لوحدة العشرات يقبل القسم على أربعة إذن 16 تقبل القسم على أربعة 40 تقبل القسم على أربعة و 20 تقبل القسم على أربعة